نواصل الشرح مع المحاكات باستعمال برنامج Solidworks وفي هذا الفيديو سوف نمر إلى شرح النتائج النتائج اللي طلعت معنا اللي هي Stress, Displacement and Strain وكيف يتم استغلالها من خلال هذا البرنامج طبعاً با ديفولت قلت لكم أنه طلع معنا Von Muses Criteria لكن خلينا نشوف تفاصيل الاسترس كل واحدة من النتائج ممكن نخش على تفاصيلها ونشوف أنواحها الاسترس بيكون فيها أنواع Displacement بيكون فيها أنواع الاسترين بيكون فيها أنواع نعمل Right Click على Stress ثم نعمل إيش؟ نعمل Definition Edit Definition في Edit Definition في Display هنا يطلع معنا جميع أنواع الاسترس اللي ممكن نشوف نتيجتها على الشاشة SX, SY, SZ كلها Normal Stress في اتجاه الـ X في اتجاه الـ Y وفي اتجاه الـ Z S تعني Sigma قلنا في Strength of Materials أنه Sigma هي ترمز إلى Normal Stress فممكن نحدد أي واحدة فيهم أيضا معنا TXY, TXZ, TYZ هذه بتكون Shear Stress بتكون إيش؟ Taw XY Taw XY اللي هي Shear in Y Direction On Y Z Plane Taw XY اللي هي Shear Stress In Z Direction On Y Z Plane وTaw Y Z هي Shear in Z Direction على الـ X Z Plane أيضا معنا P1, 2, and 3 هذه First Principle Stress Second Principle Stress Third Principle Stress طبعا هذه أكيد فاكرينها شفناها في المحور الثامن Chapter 8 في Stress Strain Transformation لتحديد Principle Stresses Firmesis Criteria طبعا يعطينا الإجهاد في Failure Criteria للFirmesis أيضا معنا Stress Intensity Energy Normal Error والContact Pressure اللي همنا هنا كمقدمة للمحاكاة هو Normal Stress و Shear Stress دعنا مثلا نختار Sigma X وما دام هنا نستعمل يعني Metals Loyal Steel دعنا نحدد الميجا باسكال بدل من الباسكال ثم نعمل Tick على طول شايفين المحاكاة تغيرت والنتيجة تغيرت النتيجة هي Deformant ممكن نخليها Deformant ممكن لا ممكن نعمل عليها Animation Right Click هنا نعطيها Animate على طول بتصير Animate أيضا بإمكاننا نشوف تمركز الإجهاد فين المكان اللي عليه الإجهاد الأعلى طبعا هنا التقسيم بالألوان أعلى شيء معنا 6 ميجا باسكال 6 ميجا باسكال هنا التركيز هو بيكون في هذا الحافة هنا للرب أيضا من تحت هنا بيكون أعلى شيء للإجهاد بالنسبة لل Sigma X طبعا بالميجا باسكال خلينا نغيرها نشوف Sigma Y مثلا نعطيها Tec بالنسبة لل Sigma Y في اتجاه ال Y طبعا هذا ال Y Normal Stress في اتجاه ال Y أعلى شيء بيكون على الرب بقيمة 17 ميجا باسكال خلينا نروح مثلا لل Sigma Z تركيز الإجهاد تركيز الإجهاد قريب من بالنسبة لل Sigma X والقيمة أعلى شوية 8 ميجا باسكال أو 9 ميجا باسكال هذا بالنسبة لل Stress خلينا نشوف Displacement نعمل Double Click على Displacement أو نعمل Right Click Show على طول بيشوفنا Displacement حركة هذه القطعة جراء Force External Load المسلط عليها أعلى شيء طبعا من هنا فوق بقيمة هذا ال U R E S ال U اللي هو Displacement ال R E S اللي هو Resultant هنا Resultant Displacement بالمليمتر أعلى شيء فيه هو 2 جزء من المئة من المليمتر طبعا يبدو أن القيمة صغيرة جدا وهذا جراء أنه Force صغيرة جدا 1 كيلو نيوتن فخلينا نجرب نغير الفورس نجي على Force نعمل Double Click بدأ 1000 خلينا نعطيها مثلا نعطيها 20 000 يعني 20 كيلو نيوتن ونعمل OK لابد من Run مرة ثانية هنا عشان نجيب النتيجة الجديدة شايفين هنا ما تغير 2 جزء من المئة نعمل Run على طول يعمل حسابات جديدة صارت كم صارت نجي على Displacement Show صارت 4 من 10 مليمتر يعني تقريبا نص مليمتر صارت أعلى شوية لأنه رفعنا في 20 كيلو نيوتن طيب خلينا نشوف أنواع Displacement Right Click Edit Definition نجي هنا أنواع Displacement في Displacement في X X Displacement Y Z U طبعا اللي هي ترمز إلى Displacement U Resultant Displacement تمام و Force في اتجاه X Reaction Force Y Z كلها موجودة Resultant Force Reaction Force كلها موجودة فخلينا نشوف مثلا في اتجاه X Displacement أعلى شيء موجود هنا بقيمة 3000 مليمتر اللي همنا في Displacement هو Resultant Total يعني Total Displacement اللي كنا شايفينه أعلى شيء Displacement هو أكثر شيء تحركته هذه القطعة هو هنا Total بقيمة 0.4 مليمتر 4 من 10 مليمتر ممكن أيضا نعمل Animation ونشوف هذه القطعة كيف تتحرك جراء Force بنفس الطريقة ممكن نشوف Strain و Strain طبعا في أنواع Edit Definition على Strain أنواعه طبعا Equivalent Strain معنا هذه By Default لكن اللي خصنا عادة هو نشوف Normal Strain يعني Epsilon X Y Z و Gamma X Y Gamma X Z Gamma Y Z طبعا هذا Sheer Strain Sheer Strain في Y Z Direction على مختلف Plains خلينا نشوف مثلا Epsilon X Normal Strain Epsilon X أعلى شيء أنه Gamma مفروض بالRadiance أعلى شيء 3 ثلاثة يعني 3.37 10 and power minus 4 أعلى شيء موجود من الخلف هنا Sheer Strain في اتجاه X حتى هذه ممكن نعمل عليها Animation نرى دعونا نختار مثلا Epsilon Normal Strain في اتجاه Z مثلا أعلى شيء يعطينا من الخلف أيضا دعونا نرى Gamma طبعا عفوا أنا بالأول قلت Normal Strain في اتجاه X ما لوحدة لكن بالRadiance نرى مثلا Gamma X Z هذا يكون بالRadiance أعلى شيء موجود هنا Sheer Strain ممكن نختار Gamma Y Z أعلى شيء موجود هنا حسب اللون الأحمر أيضا وحدتها Radiance موسيقى